بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فووزا عظيما ومن كلام مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناها عنه هذه الكلمة عن الإمام الحسين سلام الله عليه وردت ضمن كلمات متعددة لسيد الشهداء في بيان سبب هذه الحركة التي قام بها والثورة التي نهض بها ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الخلق وقدر لهم أفضل ما يقوم بأمرهم وأفضل ما يمكن أن يسير بهم نحو الخير وبين سبحانه وتعالى أن خلاف ذلك لا يمكن أن يقود الإنسان إلا إلى ما فيه دماره وشقاره وبيّن في مكان ومكانين من القرآن الكريم بصراحة أنهم لو أقاموا حدود ما أنزل الله في مكان لو أقاموا التورات النتيجة المترتبة على هذه الإقامة أنه لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم لفتحنا عليهم بركات من السماء إذن أفضل ما يمكن أن يتصور لهذا الإنسان هو ما سنه الله سبحانه وتعالى نعم الإنسان يرى على مر التاريخ أن هذا التكامل في النظر عنده والذي أتى نتيجة هذه الخبرات المتراكمة عبر التاريخ كل واحد يمني لبنى يأتي الآخر يكمل هذا البناء ويصل في تصوره كما هو اليوم إلى أنه ما يقدمه هو الأفضل لهذا الإنسان ومعلوم أن الفرق أن هذا البشر ينطلق من محدوديته نعم في تصور الإنسان كإنسان أن ما يطرحه هو الأفضل وإلا لما التزمه وإن كان في بعض الأحيان يعلم أن ما يطرحه فيه الخلل الكثير ويعلم أن ما يأمر به لا يمكن أن يكون هو الأمثل ولكن هذا الذي يطرحه يحقق له ما يريد وبالتالي يؤمن له الكثير مما يطمح إليه إذن يجر البشر إلى هذا المورج وإلا لما يضرب القرآن الكريم فرعون مثل أو مثلا لهذا الطغيان يعني فرعون لم يكن يعلم أن واقع حاله وما يدعيه وأن ما يقوم به من أمر هو عين الفساد لا يعلم ذلك لا يعلم أن هذا الذي يأمر به من التفرق بين هذه الأقوام وأن هذا الاستعلاء الذي كان يقوم به وما يدعيه لنفسه حتى ادعى أنه أنا ربكم الأعلى لا يعلم في قرارات نفسه أنه أضعف من أن يكون ربا ويعلم أن هذا الذي يأمر به ما هو إلا نتيجة هذا الفكر السقيم الذي يحمله وحينما يدعوه موسى عليه السلام إلى أن يؤمن بالله يجعل هذه الأقيسة التي في نظره أنه هي الأصوب في أن تكون الحاكم أنه هذا لو لا ألقي عليه أسورة من ذهب أن هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين هذا يدعي أنه يدعي يدعوني إلى ما فيها الصلاح فرعون في قرارات نفسه لا يعلم ذلك طبيعي أنه يعلم رغم ذلك يصر ويقول أني لا أريكم إلا ما أرى وهذا الذي أرى ماذا يؤدي وما أديكم إلا سبيل الرشاد إذن رغم علمه بأن ما يدعو إليه هو عين الفساد يدعي أن هذا الذي يدعوهم إليه يهديهم إلى الرشاد وأن هذا هو أفضل ما يمكن أن يتصور هذه طبيعة الإنسان اليوم بعد هذه السنين المتراكمة من الخبرة يصل الإنسان إلى مرحلة التي نعيشها اليوم ونعلم أنه افترق في هذه الأفكار التي يطرحها وكل يدعي هو الأمثل الغرب يدعي هو الأمثل والشرق يدعي هو الأمثل في أن ما يطرح إليه يمكن أن يحقق على القطع سعادة الإنسان وإذا أراد أن يطبق عدالة فلا يرى إلا أن هذه العدالة التي يدعو إليها هي أفضل أنواع العدالة وكان يصرحون أنه لا بل أن هذه العدالة التي تنسب إلى بلد ما أنها هي الأفضل ينبغي أن تحكم العالم في قرارته يعلم ماذا تنطوي عليه هذه العدالة وماذا تعني هذه العدالة التي تؤكد حق طبق على طبق ومجموعة على مجموعة وشعب على شعب آخر لكن نظر إلى واقع إنساني أنه متساوي هذا ما ممكن أن يلحظ في تطبيق هذا النتاج البشري رغم ذلك هو يدعي أنه الأمثل نعم قد يلتقي في كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان مع واقع التشريع الإلهي واقع التشريع الإنساني يعني ما يطبق عمليا كثيره نحن نجده في التشريع الإسلامي ولكن هذا الذي الآن يجري بعد كم آلاف من السنين وصل الإنسان هذه القضية الله سبحانه وتعالى يسر لهذا الإنسان أن يأخذ هذا التشريع على لسان أنبيائه وعلى لسان كتبه في أنها توفر لهذا الإنسان ما فيه صلاحه وكان خاتمة ذلك على لسان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والذي ختمت به هذه المرحلة الطويلة من مسيرة الأنبياء ومن هذه الرسائل والشرائع السماوية بحث تختم هذه المسيرة برسالة الإسلام والله عز وجل يبين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين هذا الذي ختم هذا الطريق الذي ختم على يد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان نتاج مسيرة الأنبياء وبالتالي نحن نلحظ أن هذا الواقع الذي سعى إليه رسول الله صلى الله عليه وآله في أن يعيش المسلمون أعلى ما يمكن من الاستفادة من هذا التشريع الإلهي وفعلا وفقوا في جوانب كثيرة من حياتهم إلى أن يعيشوا هذه النعمة الإلهية إلى أن يعيشوا ما يمكن أن ينعم به الإنسان في ظل هذا التشريع هذا التشريع الإسلامي الذي نهض بالأمة من واقع كانت هي تعانيه وتصفه الزهراء سلام الله عليها بهذا الوصف أنكم كنتم في حال أي حال كنتم تشربون الطرق وتقتاتون القد والورق أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فهداكم الله بأبي هداكم الله بأبي لما هداكم وين صرته أصبحتم إلى مشارف هذه الصفات التي الله عز وجل وصفكم بها مع الشرط أنهم أصبحتم كنتم خير أمة أخرجت للناس ولكن بهذا الشرط أنكم كنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إذا هذه القضية سلبت يبقى هذا الوصف على أنه كنتم خير أمة أخرجت للناس الله عز وجل لما يصف هذه الأمة بأنه كما في بني إسرائيل بني إسرائيل الله عز وجل يصفهم بأني فضلتكم على العالمين مطلقا أم أن هناك شروط الله فضلهم بما أنعم عليهم لكن هذه النعمة حينما لم تلحظ ولم تراعى بعد وين فضلتكم على العالمين تبقى هذه القضية حاكمة وأنها تنتهي إذن هذه الأمة لما أصبحت خير أمة تحتاج إلى أن تحقق هذه الشروط دائما من أجل أن تكون خير أمة وإلا هل يوم أمة نهم خير أمة من أسان واحد يلحظ هذه الأمة التي تراجعت تراجعت منذ تلك الحقبة وهذه آثارها كيف يمكن أن تكون خير أمة أخرجت للناس على أي مستوى على مستوى العلم خير أمة على مستوى الالتزام الأخلاقي خير أمة على مستوى الثقافة التي تعيشها على مستوى التقدم الذي تعيشه وين مصداق أنه يمكن أن نوصف بأننا خير أمة أخرجت للناس بل في السلوك الذي يعكسه المسلمون لا يمثلون من أسوأ الأمة في واقع الحال ويقول فيهم الشاعر ويصدق أنها يا أمة ضحكت من جهلها الأمم وفي واقع الحال على كل حال النظام الذي وضعه رسول الله في هذه الحقبة اليسيرة من حياته الشريفة المباركة هذه الحقبة جعلت جعلت المسلمين يرقون إلى إلى مستوى بحيث يعرف المسلم ماذا عليه ويعرف ماذا له من الحاكم أو المحكوم كل واحد يعرف حقه وبالتالي تعلم أنه إذا أراد أن يسأل عن حقه من حقه ذلك وإذا أراد أن يعترض يعترض ولكن القرآن الكريم يقول بحدود الأدب وإن كان في بعض الأحيان هؤلاء المسلمون أساءوا هذه المسألة لأنه يبدو نفس الحالة التي نعيشها الإنسان إذا كان في حالة من كبت واضطهاد وعدم يعني معرفة في واقعه أنه هذا الحق الذي له لم يعطى مكبوت هذا بعد فترة تعطى حرية يقولون الآن إليك الحق بأن تطالب بحقك الآن أنت أصبحت حر ما يندر شيء يصير به هذا ما يدري يطالب حقه ما يعرف يسيء إلى هذا الحق أكثر مما يحسن هالقضية مثل يوم عيشها بالنتيجة لما قالوا أنت راح فد طاغوت وأصبحت دم أحرار شو نصار من الولايات هذه القضية في زمن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله يكون نماذج من هذه المسألة على سبيل المثال يروي البخاري في باب النجوة أن رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الغزوات وزع الأغنام على جماعة من الناس الآن للأنصار وزعهم عدنا في بعض الغزوات أن النبي الأكرب صلى الله عليه وآله وزع على المهاجرين ولم يعطل أنصار شيئا باعتبار هؤلاء المهاجرون أتوا تركوا ديارهم تركوا أموالهم أتوا إلى هذه الديار الجديدة بدينهم وبيّن الرسول الكريم لما رأى أن الأنصار ربما وجدوا في أنفسهم وذكر هذه القضية المعروفة أنه بيّن فضله على هؤلاء المسلمين ثم ذكر لهم أنه أنا أعطيت هذه الأموال للمهاجرين فأنت إذا كان في نفسكم شيء يمكن يتعبرون تستطيعون أن تقولوا أجئتنا وحيدا أو طريدا فآويناك وجئتنا ضعيفا فنصرناك هل تقدرون تقولوا تقدرون تقولون هذا ولكن في هذه القسمة شيء من متاع الحياة الدنيا ذهب إلى المهاجرين وأنتم ترجعون برسول الله ترضون هذه القسمة أو لا قالوا رضينا برسول الله قسما نعمل قسمة هذه أننا نرجع برسول الله واحد من القاعدي الرواية موجودة في كما ذكرت لك في البخاري واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله هذا كان في فترة يعيش حالة قبلية وأن زعيم القبيلة إذا غنموا غنيمة وأراد أن يحتفظ بشيء منها له هذا ما كان من حق أن يقول تعالي وزعنا هاي الغناء نظام قبلي واضح أن لي رئيس القبيلة ما ليس يعني ما ليس لغيره خب هذا الآن أصبح في زمن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم ربا أنه إذا كان لك حق يمكن أن تطالب به لكن لا توسيء الأدب هذا شيء يقول لما رأى قسمة رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الغزات أو غزو وأخرى ورأى أن هناك تفاوت في هذا التقسيم ماذا يقول قال هذه قسمة لم يرد بها وجه الله تعالى علي من على رسول الله صلى الله عليه وسلم جل انتهى ذرئك احتفظ به قال أنا لازم أقول لرسول الله أنه أنت غير عاد وفعلا يقوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين لأن هذه القسمة التي قسمت ما يراد بها وجه الله والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بان كما تقول الرواية بان في وجهه الغضب قال إذا أنا ما أعدل من الذي يعدل لأن هذا علمه قال له يا بذلك حق أطلب لكن شوف شنون قام يتصرف النتيجة نتيجة هذا السلبيات هذه التراكمات التي كانت في داخله ولم يتخلص منها ولكن هذه النقلة التي نقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله المجتمع بها من ذلك الحال إلى هذا الحال أنك بإمكانك إذا رأيت الحاكم يتصرف تصرفا ليس له في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ما يؤيده من حقك أن تعتبر عليه من حقك أن تقول أنت هذا العمل الذي عملته بأي دليل الآن يأتي دور هذا الحاكم في أنه يذعن لهذه الحج أو لا يذعن إلى أن هذا الذي يقوله هذا المعترر حق ويذعن أو لا يحاول أن يبرر الفعل الذي قام به أو قام بمن أمره بأن يفعل شيئا إذنان وقعت المشكلة وكانت البداية وإلا في زمن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم خب روايات كثيرة تقوم امرأ يا رسول الله أنت أمرت الجهاد بالقتال الرجال بالجهاد خب هذولا ذهبوا بكل الخير ذهبوا بفضل الجهاد وإحنا قواعد البيوت إذن جهاد أنت وضع عنا الجهاد بالنتيجة إذن ذهب الرجال بهذا الفضل إحنا شنو الرجال اعطوا هذا الفضل إحنا شنو حص ورسول الكريم صلى الله عليه وسلم يبين أنه ما أحسن مقالة هذه المرأة ويقولها أبلغي من خلفك من النساء أن حسن تبع للمرأة يعدل هذا الأمر الذي كان من الجهاد من قبل الرجال في سبيل الله إذن هذه ترى أن هناك عدم يعني الآن الرجالي جاهد وأنا ما أجاهد هل هناك تفضيل في العطاء والثواب للرجال إحنا نحرم منه تقوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لإحنا حق نوينا تتعلم هذه الأمة أنها يمكن أن تسأل حقها ولكن بالأسلوب الذي لا يخرج عن الأدب وبعض الحالات أنا ذكرت لك هذا وغيره أساء هذه القضية إذن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله نحن نلحظ أن النمط في مثل هذا التعامل قد تبدأ من بعد رسول الله هذا النمط في أنه إذا حدثت الحادثة كيف نتعامل معها نذعن للحق أو لا نذعن للحق نبرر فعلا أو لا نبرر فعلا والأمور في ذلك كثيرة ولكن على سبيل المثال نحن نذكر هذه القضية المعروفة التي يذكرها التاريخ والتي عرف أصحابها بأنهم أصحاب ردة على سبيل المثال على سبيل المثال هذا الباب الذي فتح وقالوا أن فلان ارتد فلان ارتد فلان ارتد طيب الحكم الشرعي واضح في هذا الباب يا باب هذا إذا ارتد يستتاب على الأقل تعال أنت هذا العمل الذي دعيته هذا إذا ثبت إذا ادعيته لك فرصة ترجع إلى هذا الإسلام ترجع إلى دينك الآن التاريخ يسلط دائما سهامة على هذه الشخصية موجودة المعروفة قضية مالك ابن نوير رضوان الله تعالى عليه هذا الذي اتهم زورا بأنه ارتد عن الدين القضية معروفة ويرسل خالد ابن الوليد على كل حال أخذ الزكاة منه على حسب الادعاء وهو رجل مسلم والتاريخ يتحدث عن أنه عدت روايات تنقل تارث يقول أنه صلى معهم وتارث أنه بات معهم هذا غير محاربين لعج ومرة أخرى قال نحن المسلمون قال ونحن المسلمون نصلي لله عز وجل ونؤدي الزكاة ما عندنا مشكلة في هذا الباب ويبيت معهم هذا غير مرتد إذا كان اتشي خوف أكو من عنده يبات عنده ويأكل مما يأكل ويشرب مما يشرب ثم هذه القضية المعروفة أنه أدفو أسراكم قتلوا مالك ابن نويرة زين قتلوا مالك ابن نويرة القضية الأخرى أن خالد أنه دخل بمرأته ومالك قد ذكر لخالد قال هذه التي قتلتني أنت مو مشكلة زكاة عندك ويايا ولا مشكلة ارتدال عن الدين قال المشكلة يا هاي المرأة أنه أنت نظرت إلى وهذه التي قتلتني في واقع الألحان طيب قتلوا شن المناسبة بعد القتل أنه تجعل رؤوسهم أثافي للقدور يعني خلوهم مثل الإحجار يطبخون المرق مالتهم عليهم زين الله عز وجل والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله بيّن أنهم إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور وشن المناسبة أنهم تقطع الروس وهكذا المهم هذا الأمر ينقل هو مالك قال لي قال زين أنت أبو بكر بعثك أخذنا الأبو بكر هو يحكم فينا قال لي لا أنا لازم أقتله لازم أقتله قتله إجوا إلى الخليفة أول المعترضين كان الخليفة الثاني عمر ابن خط أول المعترضين قال لي هذا زين فأقم عليه هذا اللفظ من عنده مو افتراء من أنجز التاريخ موجود إن هذا زين فأقم عليه الحد الآن إذا تدقون مالك مرتد وقتله هذا شن تبرير فعلا أن يدخل بزوجته والآن الأمر الأمر الآن لا عدة خلصت لا كذا خلصت لا اعتزلت عن الفترة لعله هناك حمل لعله لعله هذا رأس اندخل به هذا زين أقم عليه الحد خب الخليفة الأمام أمر واضح ماذا يفعل ماذا يفعل تأول فأخطأ وهذه فتحت الباب إنه تأول فأخطأ ما كنت لأغمد سيفا سله الله إذن إذا كانت القضية في هذا الوضوح وفي هذه الخطورة والنتيجة تأتي لتبرير هذه الفعلة بهذه الصيغة الباردة معلوم أن الذي يجري بعد ذلك سوف يفتح له الباب هذا الذي حدث والزهراء سلام الله عليها بينت ذلك في خطبتها لما ذكرت أنه ابتداء زعموا خوف الفتنة ألا في الفتنة سقطوا وبينت أيضا أنها لقحت فنظرة ريث ما تنتج واحترب ملء القعب دم عبيط وأبشر بسيف صار وسطوة معتد غاش يذر فيئكم زهيد أحد زهيد جمعكم حصيد إلى آخر كلامها الشريف إذن بدأت القضية أن الخليفة أو الحاكم يرى الأمر واضحا رغم ذلك لا يأخذ ما ينبغي أن يأخذه من قرار في هذا الأمر أن إذا المحكوم أراد أن يطالب بشيء أخو مالك ابن نوير يأتي إلى الخليفة ويبين أن الأمر لم يكن كذلك رغم ذلك ماكو إجراء معين يتخذه الحاكم يقوم رجل يريد أن يطالب بل الزهراء طالبت بحقها على سبيل المثال وأقامت الأدلة على حقها في ذلك ماكو استجابة لمثل هذا الطلب هذا فتح الباب إلى أن المسألة تتعمق أكثر فأكثر وبالتالي أن يفتح الباب لتولي هذا المنصب حتى من قبل من لم يكن له أصلا أهل في يوم من الأيام تصل الحال إلى أن مثل يزيد يتولى الأمر يتولى الأمر مروان الذي يطرده رسول الله صلى الله عليه وآله مع أبيه هذا كان يحلم أن يرجع إلى المدينة طرده رسول طرد الحكم وطرد ابنه في زمن أبي بكر أراد أن يرجع ما قدر ما قبل أبي بكر في زمن عمر أراد أن يرجع ما قبل في زمن عثمان ورسنين رجع عثمان الآن لما رجع وشاف هذه الوضعية لا إذن المسألة يمكن أن يمهد لها بحيث في المستقبل الأمور يكون بيده وفعلا تصل الأمور إلى أن مثل مروان يقترح على والي المدينة أن يقتل الحسين سلام الله عليه لما يرد أمر يزيد بأخذ البيعة ويمتنع الحسين مثل مروان الذي كان طريد رسول الله يصبح مستشار ويقترح أن يقتل الحسين إذا بلغت الحال إلى هذه الأمة يبقى من التشريع الذي أراده الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أن يكون سبيل نجاة يبقى من شيء على مستوى التطبيق يبقى من شيء على مستوى التشريع أساسا أو أن القضية يفتح الباب على مصراعي فيها لأن تبدل هذه الأحكام تغير هذه الأحكام ثم يأتي الآخرون من بعد مصححون القضية ويقولون أن هناك خطأ جرى لا الذي يأتي من بعد يحاول أن يجد المبرر لما فعل من أجل أن يقول أن هذا الأمر صحيح الذي جرى في تلك الحقبة والأمثل لذلك كثيرة يعني واحدة منها إذا نأخذها أنه إذا رجل إلى خلافة الخلفاء أنه حار شلون نوجه خلافة الخلفاء أنه واحد أفرض باثنين بايعه وواحد خمسة أو ثلاثة بايعه وواحد بالتعيين بايعه فشون نحن الآخرون يجوا بالسيف فيجي أبو الأحكام السلطانية وغيره يحاول أن يبرر أنه إذا اثنين بايعه ويكفي وواحد يقول إذا بالتعيين والناس قبله ويكفي ثم يصل للحال إلى أن يقول تصل مرحلة هذه المسألة أنه لو غلب بالسيف ويجب على الناس أن يطيعوه إذن لو سوى انقلاب عسكري هذا الحاكم ينبغي أن يبايع وليس لأحد أن يختلف وعلى هذا يعبر أن بيعة يزيد كانت شرعية بتعبيره مئة في المئة بيعة يزيد شرعية مئة في المئة وأن الحسين خاطئ في خروجه على يزيد إذن إذا كان كذلك هذه الحقبة التي يعايشها أبو عبد الله الحسين من المرحلة التي المسلمون عرفوا فيها حقوقهم ويمكن أن يطالبوا بشيء إلى مرحلة بلغت من التدهور أن في زمن معاوية بعد حتى إقامة الحج أصبحت بالمشته انظروا من كان على دين أو بالبداية من قامت البينة على أنه على دين أبي تراب أقيموا عليه الحج ثم اطورت المسألة قال خذوهم بالظنة والتهمة بعد ما يحتاج أنه يقوم عليه دليل على أنه مشيعة علي بن أبي طالب إذا شكيت إذا ظن صارعتكم أنه هذا من شيعة علي هذا يكفي اهدموا داره واقطعوا عطاءه إذن تفاوت واضح بينما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله والحال التي بلغها المسلمون بل بين علي ومعاوية المسلم في آن واحد ومقاربة علي بن أبي طالب سلام الله عليه يجي واحد يعترض عليه يتقبل الإمام سلام الله يخرج عليه خارجي ويصفه بأنه كافر رغم ذلك قالوا له هذا يقول أنك كافر قال خوة ذا رأيه لكن لا نمنعهم من المساجد ولا نقطع عنهم العطاء ما لم يحملوا السيف إذا حملوا السيف ذاك الوقت يهددون النظام الإسلامي اللي أنا أريد أن أطبقه اللي هو سيرة رسول الله أما هذا رأيه الآن فيه يقول ما يقول شا سوى إذا قال كافر راح ينقص من عند شيء وإذا قال هذا مؤمن راح يزود من عند شيء أنا عرر بنفسي هذا هم رأيه خلي يحتفظ به لنفسه يعبر عنه لكن لا يصل إلى مرحلة أن يستحل به الدم ومن هنا إنما وقعت الواقع لما بدأ هؤلاء يعرضون الأمر حب علي حب أو براءة البراءة من علي على الناس فإذا رفضوا عند ذاك يقتلون أراقوا الدم بعد ما بيهم جال عند ذاك كانت هذه الحرب وإلا إذا كان على مستوى الرأي خلي يقول وإلا أمير المؤمنين سلام الله عليه يخطف فيهم في المسجد وجماعة قد أمسكوا بضب من من نفرات يرويه الشيخ المفيد أمسكوا بضب وقالوا لبيعتك أحب إلينا من بيعة علي بن أبي طالب وأمير المؤمنين كان في المسجد دخل هؤلاء إلى المسجد تفرقوا ثم تلاقوا له تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم وإن ثمانية نفر يحشرون وإمامهم ضب ولو شئت لأنبأتكم بأسماء هؤلاء يفضلون الضب على علي بن أبي طالب لكن أمير المؤمنين ما على شغل به هذا رأيه احتغظ بي أنت لنفسك لكن إذا دعا الناس إلى قتال علي وحمل الزيب على علي القضية بعدما تصبح شخصية القضية تصبح نظام أمير المؤمنين في موقع حاكم في موقع خليفة فضلا عن الإمام الإلهية عند ذلك القضية تختلف الإمام الحسين يعيش هذه المرحلة أن تصل الحال أن الإنسان يحرم حتى من التعبير عن رأيه أنه أنا إلما أوالي وأنا إلما أعادي أنا في نظري أن هذا الحاكم الذي أفرض هو فلان خليفة هذا الحاكم الذي هو معاوية هذا الحاكم الذي هو يزيد أنا ما أعتقد بخلافته لا يمكن أن أعتقد أن هذا يصلح أن يكون واليا أمير المؤمنين سلام الله عليه والرسول الكريم صلى الله عليه وآله والله سبحانه وتعالى في آياته يبين أن هناك شروطا في مثل هذه المسألة الحساسة أن من يكون له الحق في أن يلي هذه الأمة أمير المؤمنين في كلام له يبين وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الدماء والأموال والفروج الجاهل فيضلهم بجهله والجافي فيقطعهم بجفاء والبخيل فتكون في أموالهم نهمة نهمة ست نماذج يذكرها أمير المؤمنين ويبين العل أنه هذا لا يصلح فيها أن يكون خليفة وهاي كلها تلقاها مجتمع في يزيد ابن معاوية وتجتمع في غيره من هؤلاء الخلفاء رغم ذلك هذه الأمة ما تقدر أن تقول يا بأنا رأي رأي أنت ما تصلح للخلافة بسه ما شاء الله أن نحن في مجتمعاتنا كلها عدها حرية في الإسلامية على الأقل العربية أصلا يعبر عن رأيه بصراحة أنه هذا ما يصلح يا بأنا في نظري هذا رجل أمي أفروض نحن في القرن الواحد والعشرين رجل أمي ما يصلح أن يكون خليفة مثلا يقرأ بالورقة كلمة كلمة ورغم ذلك كم يغلط بالقرن الواحد والعشرين واذا أراد يقرأ يقرأ يقول أن المسيرة العربية سوف لن تتوفق وصولك ما تتوفق الذي يقول لن تتوقف قال لن تتوفق أنا من حقي أقول يا بأ هذا ما يصلح نحن بياها زمان ما يصير ما يصير أنا من حقي أقول يا بأ هذا إنسان صغير اليوم عمر 21 سنة وما عنده أي قدرة على إدارة يجي ودوه يجيبون هذا يود واذا يجيبون من حقي أقول يا بأ هذا ما عنده صلاحية أن أقول أصلا أنت خرجت على الدين حينما تعترض على صلاحية هذا الملك فالقضية أصبح الطبيعية في هذه الأمة التي سلبت هذا الحق الإلهي الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان في أن من حقه أن يقوم من حقه أن يبدي رأيا فمن هنا الإمام سلام الله عليه يعيش هذه الحالة من التردي التي وصل إليها المسلمون لحيث يصبح مثل يزيد خريفة ولذلك أبو عبد الله الحسين يبين أن القضية تصل إلى هذه الحال بعد ما بها عذر إذا رأيتم هذا الإنسان في مؤداء كلامه الشريف لا يعمل بكتاب الله مستحل لحرمات الله ثم لم يغير عليه بقول وفعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله وأنا حق من غير فمن هنا يقول هذه الحالة لا يمكن أن تعبر عن قضية واقع تشريع إسلام والإمام يقول أنا أحق من يغير مثل هذا الأمر هذه الأمة تحتاج من يقول لها وتحتاج هي أن تسمع الإمام أمير المؤمنين الإمام الحسن الإمام الحسين قالوا الكثير لكن يبدو الأمة وصلت إلى حال بعد هالقول هذا بعد ما ينفع مجرد القول لا ينفع في تغيير هذه الأمة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله يأتي بالآيات البينات بعض الناس يستمع ويؤمن ثم تتسع هذه الحلقة لكن إذا وصلت الأمة إلى حال بعد طبع على قلبها وجه التوجيه معين عند ذلك ينفع بها أن يقول الإمام أنتم على خطأ تحركوا تحركوا وحينما أراد أن يتحرك الإمام الحسين ماذا كان رد الفعل من قبل وناس ليسوا بالقليلين وناس على مستوى من العلم شنو كان رد الفعل وهم يشخصون القضية عبد الله بن مطيع يقول له المشكلة إهنانا لأن قتلت لا يهابون أحدا بعدك إذن القضية إذن القضية أنك يا حسين يا أبا عبد الله إذا أنت خرجت المشكلة سوف ترجع على الباقي ترجع علينا لأنه إذا قتلت بعد إحنا تعرضنا للقتل يكون شوية أسهل أنت موجود على الأقل فالحماية موجود أنت حينما تقتل بعد ما يوجد أي مقدس عند هؤلاء بعد لا يهابون أحدا بعدك عبد الله بن عمر يقترح عليه أن يدخل فيما دخله فيه الناس يكون أأمل فيما دخله فيه الناس ابن عباس حبر الأمة ما يعترض على الخروج وإنما يعترض على الوجه التي يتجه إليها يقول أنت رايح للعراق هؤلاء غدروا بأبي غدروا بأخي أنت رايح إلى نفس المكان اختار أي مكان آخر روح للي منع لكم شيعة هناك فيها شيعة لأبي هذا اللطيف أن العريح عند على الانترنت في عشر دقائق يذكر هذه الأمور قال الإمام الحسين يعني صحيح في حركته هؤلاء هؤلاء كلهم نصحوا الحسين في عدم الخروج ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا لكن هو ليش ما تذكر أنت كلام الحسين سلام الله هذه المشكلة التي تقع دائما أنت ذكرت كلام هؤلاء مع الحسين جواب الحسين ليش ما تذكر الحسين سلام الله عليه يقول لأبن عباس أظننت أن الأمر في مؤدى كلامي شريف أظننت أن الأمر قد خفية عليه يعني أنا ما أدري شنو أقع العراق وما أدري أنه هؤلاء لا يفون بهذه العهود لكن أكو أمر أكبر من هذا أكو قضية أخطر مما تتصور أنه شخص يقتل أن هذه الأمة الرادل هدمي حركته وإذا مت حركت هذه الأمة بهذه القضية إذن لا يمكن أن يقوم لها أمر هذه الأمة إذن اللسان ما يفيدها حركها دم وما أكو دمي حركها مثل دمي الأمر واضح عندي ولكن القضية مخطط لها رسول الله رسول الله يخبر أمر الحسين أمير المؤمنين لما يمر بكربلاء يقف في مسيره إلى صفين يقف عند الطف واهل لك من تربة يقتل فيها رحط من آل محمد ليس لهم على وجه الأرض شبيه يدخلون الجنة بغير حساب قضية موردة يومها لكن نحن دعونا نمشي على الأمر الظاهري يقول الأمر بنائك يعني أنا ما أدري هذه القضية شنو ما أدري ما سيصير الأمر خافي علي لكن أكو أمر الله ينبغي أن يكون شاء الله أن يراني قتيلة في هذا الأمر ومن هنا أبو عبد الله الحسين لما يتحرك على الأقل هذه الأمة تعلم أنه ماذا سلب منها من حق حتى حق التعبير قد سلب عنها وإذا أذعنت لأن يأخذ منها حتى هذا الحق إذن وجه حياتها في ظاهرها أحياء وفي واقع الحال هؤلاء لم يبق لهم شيء من الحياة إلا هذا النفس والإنسان إذا كانت على حياتها هاي اللي يشترك فيها مع غيره من الموجودات ما الذي يمكن أن يميز هذا الإنسان عن غيره ورحم الله سيد جعفر لما يعرض ويصف هذه الحالة في قصيدته حينما يقول الله أي دم في كربلا سفكا لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك وأي جيش ضلال في الطفوف عدت على حريم رسول الله فانتهكا والناس لم أدر أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد بينهم ملكا العاصر الخمر من لؤم بعنصره ومن خساسة طبع يعصر الودك لأن جرت لفظة التوحيد في ثمه فسيفه بسوى التوحيد ما فتكا فأصبح الدين منه يشتكي سقما وما إلى أحد غير الحسين شكا فما رأى السبط للدين الحني في شفا إلا إذا دمه في كربلا سفكا وما سمعنا عليلا لا دواء له إلا بنفس مداويه إذا هلك بقتله فاح للإسلام عطر شذا فكل ما ذكرته المسلمون ذكا وفي هذه الليالي في كل عام لنا في العشر واعية كما يقول تطبق الدور والأرجاء والسكك لأن أهل البيت كان إذا أهل عليهم المحرم كانوا في حال من الحزن والبكاء على أبي عبد الله الإمام الرضا سلام الله عليه يقول إن يوم الحسين أذل عزيزنا وأقرح جفوننا أن شهر المحرم كان أهل الجاهلية يعظمونه لكن هؤلاء كيف تعاملوا مع الحسين في مثل هذا اليوم قتل الحسين أو هذه الأيام قتل الحسين وسبعة عشر من أهل بيته ليس لهم على وجه الأرض شبيه يا ابن شبيب إن كنت باكيا فابكي الحسين إذا تريد تبكي على شيء كل جزع مكروه ما خل الجزع على الحسين سلام الله عليه لأن مصيبة الحسين أبكت الأنبياء بكتكم الحور في الجنان هذا المكان الذي لا بكاء فيه يبكون الحسين سلام الله عليه رسول الله كان إذا رأى الحسين يعتنق يقبله في منحر حتى أن الزهراء سألت يا أبا تقبل الحسين في منحره قال لأنه سوف يقتل في أرض كرب وبلاء تقول أنا موجود أنت موجود يقول هلا ولكن يكون له شيعة يزورون ويذكرون إلى على مر الدهور هذه المسألة قام للحسين سلام الله عليه ومن هنا في هذه الأيام يعقد أئمة أهل البيت هذه المجالس يدخل دعبل على الإمام الرضا سلام الله عليه وليه ابن رسول الله أنا أبيات قلتها فيكم وفي جدك الحسين خاصة قال على رسلك يا دعبل أرخى سترا أجلس خلفه نساء جمع من في الدار من خدم من حشم قال هات يا دعبل أذكر ما عندك ذكر مدارس آيات خلت من تلهاوة ومنزل وحي مقفر العرصات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات ثم يقول يقول أفانين في الآفاق مفترقات توف عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي بعدها يتوجه إلى أم المصاب إلى صاحبة المصاب إلى فاطمة الزهر يخاطبها يقول أفاطم قومي ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلات توف عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي أفاطم لو خلت الحسين مجدلا هو قد مات عطشانا بشط فراتي ماذا تفعلين سيدتي إذن لطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات من الوالد من الوالد والقلب لهفان أدور عزبني وين ما شايا أنا وإله بن المات عطشا أيان ولعبة علي الخير الميدان من الوالد من الوالد المذبوح بنها يوه يوه وطول الدهر ما قل حزن مصيب مصيب يشيب الطفل منه يوه سبعين جثة بدو وورجنه فوق حد فنه من الوالد وين الهواس يشيعة بالبكاء على الحسين بذكر أبي عبد الله وما جرى عليه وين الهواس يشيعة علي ذبح ورضيعة وين الهواس بدمعت علي من على ابن الذي حز ورقبت يا الله ثلاث ايام جثت أو اله أو اله يا ابن ما حضرت الإمام سلام الله عليه في الأبيات التي تنسب لترتبط ذكره بذكر الماء الذي حرم منه ما أنصف آل محمد حر الجوارح يوم عاش رائي أعطاهم الدنيا أبوه وجده وعليه قد بخلوا بشربة ماء لذلك تردد الأبيات شيعة مهما شربتم عذب ماء ماء فاذكروني فاذكروني سمعتم بقتيل أو شهي يد فاندبوني فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيال بعد القتل عمدا سحقوني شيعة ذكروني وعط الشبد وحشا ياه لو شربتم من عذب برد الماء شيعة تدرون ما عملا ياه ياه وزعت نسي وفه بطبرات شيعة لو مات من عدكم رضيع ذكروني بالنياح بالنياح بالنحيب الغريبان الذي جسمه سليب أول تنسي وفه بطبرات بعد شوكت نذكر شيعة لو مات من عدكم رضيع ذكروا على الله من النجيع بين دين صايب وتكور صريع أطفال شنه ذنوب أو سايته شيعة لو ينهتك منكم خدير ذكروا عائل تلت ولوا الكفور ما علي خلوا ثياب وززر وصار ستر وجوه براحات ومصائب الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيام نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعزي الأجل الأكرم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا ورزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم اللهم عجل لوليك الرجل جعلنا من أنصاره وعوانه اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا ولما دين اللهم ارحم الماضين منهم وحفظ الباقين نقيموا لهذا المأتم الشريف تقبل لهم وعملهم إلى أمواتهم موتى المؤمنين سيما موتى الحاضرين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبق الصلوات ترجمة نانسي قنقر